السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الكل من تتابع هاد الفيديو تنتمنى تكونوا بي خير وعلى خير اليوم ان شاء الله في هاد الفيديو غدين نشوفوا واحد الوصفة رائعة جدا بالنسبة للناس اللي تعانيوا من المشاكل في بيوتهم المشاكل اللي اتفه الاسباب وابسط الاسباب وصداع بدون يقدر يكون بدون سبب والمشاكل بين الخوت او بين والدين او بين الاباء اولادهم المهم هاد الوصفة للناس اللي عندهم صداع والمشاكل بصيفة عامة وصفة رائعة رائعة جدا ومجربة والمكون اللي تندير به هاد الوصفة هو مكون ساهل بزاف فكيفاش تنديروا لهاد الوصفة فشنو تنحتاجو لهاد الوصفة؟ فنحتاجو فقط للحرمل ويمكن لكم تخلطوه باي بخور طيب عندكم سواء كان ميسك او عود او لوبان اي بخور طيب عندكم في الدار وبغيتو تخلطوه بالحرمل تخلطوه معاه ما عادا جاوي متديروش معاه جاوي وتتاخدو هاد الحرمل وتخلطوه مع البخور اللي عندكم وتتبقى وتتبخروا به جوج مرات في الأسبوع وانتوما تتبخروا وانتوما تتقروا المعوداتين سبعة المرات وآية الكرسي مرة واحدة هاد الشي تتقرواه وانتوما تتبخروا وغادي نتشوفوا وغادي نتلاحظوا بنفسكم كيفاش غادي تحسوا بالارتياح في المنزل ديالكم وكيفاش غادي تقل المشاكل وتحيد عليكم المشاكل والحرمل راهزوين حتى العين وحتى السحر فلو كان عارفوا الأهمية ديالبخور الحرمل ما نخطيوهش من البيوت ديالنا راهزوين زوين بساف هادي وصفة رائعة بالنسبة للمشاكل ديروها جوج مرات في الأسبوع بخروبها جوج مرات في الأسبوع من الأحسن يكون البخور قبل العصر صافي هاد الشي اللي كان في الوصفة ديال اليوم راهز ساهلة جدا ولكن مفعولها رائع رائع وممتاز وغادي نتلاحظوا الفرق وغادي نتلاحظوا كيفاش غادي حيد عليكم الصداع والمشاكل هادي يوسفتنا ديالي ترجمة نانسي قنقر